بكريم بيافين والحليب سوف تخلص لي بشكل تسبب سوف تنمشوا في الحبوب سيكاتريس 13 سوف تخلصي منه بشكل نهائي سوف تخلصي منه بشكل نهائي وجهك أي بلاسة سوف تخلص لي بالوصفة الكريم بيافين والحليب اليوم سوف نشارك معكم أحسن وصفة التي تجعل الجسم يشمع سوف تحيد التسبوغات الشمس الزروقية لا تخلص الصندالة سوف ترجعي سوف تحديث العرايسات اللي بغين الجسم يتوحد يعني الوكور لا تسبوغات لا تسبوغات لا تسبوغات لا تسبوغات لا تسبوغات 60 سنة ان شاء الله لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا هذا الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد لا تنسوا الكريم بيافين اللي بنات زوين 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 بزاف من بين أحسن الكريم اللي ممكن هكذا تبيض بهم لقوخ ديالك تدريهم بين فخادك تدريهم الكوعين المرفيقين في أي باقتي ويبيضوا بالمزيان هذا الكريم هذا بيافين نسخة من الحروق من الدرجة الأولى نسخنا هذا هو المبالش يجب أن تستعمل الحمراء للجلد الناتج عن العلاج بالأشعاء حروق من الدرجة الأولى والثانية وأي جرح لا يكون فازق أو دمية ولا يستعمل هذا الدواء كواقع من أشعاء الشمس هذا الدواء لا يمكن أن تحمي وجهك من أشعاء الشمس هذا البنات يبقى أحسن علاج التسبوغات 13 زروكية الكحولية يبقى هذا الكرام بيافين هذا جيد جدا و يبيض صراحة نتمنى البنات تجربوه و تقومون في كومنتات كيف يفجعكم و ما هو هذا 8-44 و يجب أن يكون تقريباً في أي صغير صغير لأنه يبيض و يفتح و يعالج تسبوغات الماء بالنسبة للتاني مكوين عندنا حبيبتي هو الحليب أو للحليب السائل هنا يبقى هذه النوعية ممتازة في الطبيض كطبيض 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 المنافع والمزايد لا تعد ولا تحصها تزريع الكتن كمية طحنة كمية كمية من الخرطال الخرطال أحسن المكونات في النفخ و في التبيض و في التوحيد و بالنسبة للروز لأنه بزفت المتتبعات يساولوني على نوعية الروز فكما قلت لكم هذا الحبيبات الصغيرة البيض وأنا سأخبركم نوعية الروز وهذه الحبيبات الصغيرة البيض هذه هي أحسن نوعية التي تفتاح و تبيض و تعالج جميع العيوب و جميع المشاكل كما قلنا نحتاج الروز سوف نحتاج الكرام بيافين الحليب زرية الكتن و الشوفان و بالنسبة للحليب هذا الحليب طري نصف الدسم و نحتاج إلى كمية الدسم بطبيعة الحليب نستخدم الحليب الكرام بيافين الكرام بيافين ثقرنا كنا نستخدم الطريقة نحتاج الكرام نحتاج الروز نضيف حليب السائل 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 السائل نضيف حليب السائل نضيف وجه نضيف الحليب ثم نضيف زريحة الكتان على المنافع والمزايا ثم نضيف زريحة الكتان نحتاج زرية الكتن اضفت كمية الحليب نضيفها على حسب الكمية لا تخصص كمية الحليب الحليب عادي ليس سخون و دافي اضفت كمية الحليب اخر نضيفها الكرام بيافين اضفت كمية الحليب اضفت كمية الحليب نخلطه جيداً نضيف الوقت نضيف المملكة اضفت كمية حليب أستخدام الكريم بيافين استخدام الكريم بيافين استخدام الكريم بيافين تحت إبطين يأخذ كيميات اضعها بيتانك اضعها جيد اضعها جدا تبعها كل نهار سمانة اي اسبوع سبعة الايام اضعها بي الفخدين و لكن يبقى دائما للمناطق الخارجية و تدار ماشي الداخلية لكي يسمعوا تبيض و يدرافش مناطق و يترى ليهم مشكل فانا لا اتحمل المسؤولين لانا شرحت لكم الديطي و شرحت لكم جريبتي على هذا الكريم فكيما قلت لكم الابنات ممكن اضعها تحت الابطين بي الفخدين والكوعين والمرفيقين جميع الباغتي اللي فيهم زرقية والكحولية والعطاش فكتبقوها كتفركوها بصحة ورحة تريقتي انا دبا سنستخدمها على مثلا هذا البلايس عندي هنا تحرقت فيه نقوم بسحة كمية القليلة كافية لكي تستخدمها لكي تستخدمها كمية كبيرة كي تكون فعالية لابنت و نبسح الباغتي اللي محروقة كما قلنا ما تكون فيها كواقع من الشمس لكي تنفي يدعوا كمية بيافين بالصيدالي المناسب 150 درهم لغير و هذا الوكريم بلاسكين لا تستخدم التضييدي نضيف الحليب دائما الكمية الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب اضيف الحليب نضيف الحليب اضيف الحليب تباقى القطعة قطعة زرعت الكتان نضيفها في حلقة تماماً حبيبيتي ثم تغسل بصحة ورحة الزوينة اقتصادية ورخيصة وماشاء الله كيف ترجع الوجه وكيف ترجع الوجه ومغزالة وحالة وحالة عندك لغين كما قلنا نضيفها ويتم اغمال اغمالا ان تمناقى اغداء في البيت ونضيف مع يميز قيشة يميز كما قلنا يميز ثم أتضغط قطعه اوه اضغط قطعه اضغط قطعه اوه اضغط قطعه لا اصبعه منذ استخدامه لا يوجد دعاية ولكن لا يوجد دعاية سوف أعجبتني سوف أعجبتني أو يمكن أن نشاركها معاكم وتبقى المسؤولة والضمان عليها في أي بلاسة تحرق لديك بنيتات ووليدات يكون في الصغير يكون في يكون فيه بيطادين يحتاجه مواد أساسية ورئيسية لتعالج الإسعافات الأولية فهذا الشيء الذي ينغزلت غسلت إما تفركيها أو تغسلها عادي ومن بعد ترطبي بأي كريم أو بأي فازلين وبصحة والراحة نتمنى هذا الفيديو من الإعجاب أهم حاجة اشتركوا في القناة وانتقى معكم في فيديوهات مقبلة المزيد من الفيديوهات السلام عليكم موسيقى